يا مساء الخير مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم ترند على شاشة شروق الإخبارية أين سنتحدث عن جديد مواقع التواصل الاجتماعي وعندما نبحث عن الوضع في ليبيا نرى نتائج الباحث تحمل كلمات مروية على السوشيال ميديا جريدة تكتب عنوانها مدينة محيت من على وجه الأرض وأخرى تقول أحياء كاملة ابتلعها البحر وأخرى تنسب تصريحا لمسؤول يتوقع وجود عشرة آلاف قتيل لكن ما يمكن اعتماده دون أي تشكيك هي الفيديوهات التي نشرها المواطنون من قلب الحدث الفيديو الأول الذي ستشاهدونه هو الفيديو الذي جعل سكان المناطق المنكوبة الآن يصفون ما حدث بيوم القتال في الفيديو الثاني كلمة واحدة لكنها بوصفنا العام قطع القلب بينما تجرف السيول رجلا إلى حد فيه يصرخ آخر بكلمة قاوم قاوم لنشاهد الفيديو ونرجو من المخرج تكراره أكثر من مرة أما الفيديو التالي ففيه جولة بالسيارة في الأحياء المتبقية من مدينة درنة وهي خاوية على عرشها لا يسكنها إلا الحزن ولا تفوح منها سوى رائحة الموت فيديو آخر من مدينة درنة لواحد من أهم شوارعها التجارية المعروف بازدحامه وهو يشبه بالفور عندنا لكن إعصار دانيال كان له رأي آخر إلى حيز الماضي في غمضة عين وأصبح أهلها جثثا وما تحمله الأرصص وعلاقات وحيوات انتهت مرة واحدة صابوا إذن جلل والكارثة ألمت بالعباد وآلمت بالعباد والبلاد رحم الله الموتى وشفى الجرحى وأعانى من يقدم المساعدة في هذه الأزمة الليبية ونذهب إلى الموضوع الثاني